اكد وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف انه تم البدء بالعمل في بحيرات الحديقة المائية وقال خلف ان البحيرات تعد من اهم معالم الحديقة المائية والتي حظيت بشهرة تاريخية اكتسبت من خلالها اسم الحديقة حيث تم انجاز ما نسبة عشرين بالمئة من اعمال البحيرتين جاء ذلك اثناء زيارة التفاقدية التي قام بها الوزير خلف للحديقة المائية برفقة وكيل الوزارة لشؤون البلديات المهندس الشيخ محمد بن احمد الخليفة وعدد من مسؤولي الوزارة واضح خلف انه تم البدء بازالة الرواس بطينية المتراكما كما تمت ازالة الصخور الموجودة حول البحيرتين اضافة الى بناء موقع غرفة المضخات بالتنسيق مع الاستشاري المعين باعداد تصاميم البحيرتين والمقترح الفني المتعلق باستدامة البحيرتين واعادة احياء وتأهيل المواقع الطبيعية والاخذ بجميع الاعتبارات والتركيز على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام واضف خلف انه تم انشاء بئرين من ابار المياه الجوفية ذات المياه العذبة حول البحيرات كمصدر اول لتغذيتها بالمياه اشتركوا في القناة